السلام عليكم وزيكم يا بنات عاملين ايه يا رب تكونوا بخير لو انتي بتفقري تشتري تونر او حتى تونيك او اي منتج سواء كريمات او اي حاجة وفيها كحول فانا هقولك بلاش حتى مهما كانوا بيحكوا عنه ونواه والنتيجة بتاعته وواواواوا فهفقرك بحاجة كده كانت طلعت موضم من حوالي 5 سنين بالضبط وكان الكل بيتهفت عليها اسكنول طبعا يا بنات اكيد في ناس كتير عارفة وناس كتير فكرة كان وقتها بخمسين جنيه وكانت كل بنات بالاستثناء كانوا بيجروا يدوروا عليه سواء بقى هيجبوه اولاين من محلات من اي حتى المهم ان هما يجبوه كان المنتج ده وقتها عامل ضقة كبيرة جدا لان هو كان مجرد ما بتحط منه شوية وتمسح بقطنم لو كنت غسلة وشك مليون مرة كان بيطلع سواد الرقبة حتى في مناك كتير جدا كانت بتستخدمه لمنطقة البكيني يقولك مجرد ما بنمسح بس كده بيطلع سواد وكان فعلا ده اللي بيحصل طيب ايه اللي حصل بعد كده بعد كده يعني بعد فترة من الاستخدام يعني بعد ما وقتها انا دومت عليه حوالي 3 شهور كنت طبعا بيستخدمه وفرحانة بالنتيجة ويا سلام وشوفه الاوساخ اللي بتطلع وصحابي يقولولي وانا اقول لهم والله وفلانة جابته وقالتلي برضو معرفش ايه وبيعمل وبيبيض وكذا 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 ايه اللي حصل وقتها حصل لي بقى يعني جفاف شديد جدا 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 في البشرة لدرجة ان انا لو ده حكت احس اني وشي هيتقاطع من كطر الكفاف كطر ما البشرة كانت مجدودة كمان يعني كان مسبب لي حرقان مش انا بس اللي حصل معي الموضوع ده البنات اللي كانت كلها مدومة على الاسكنول واستخدامته اشتكت من الموضوع ده فبالنسبة لو انتي بتفكر تشتري تونر يا ريت يا جماعة نتأكد ان ما فيش كحول يعني هنا هتلاقيه من ضمن المكونات ان هو في كحول تمام فلو انتي بتفكر تشتري اي منتج اتأكدي ان هو خالي من الكحول طب انا دلوقتي بدور على تونيك او تونر عشان انظف به الوش وعالج المسام الوسعة فانا انصحك بمنتج جميل جدا جدا عامل عنه ريفيو باستفاضة في فيديو عندي على القناة لو حابة ترجعي وتشوفيه ده جميل اوي اوي يا بنات تمام كمان لو دورتي في الصيدليات الكبيرة هيدوكي كزا نوع وكده فانتي المهم اختاري النوع اللي يكون خالي من الكحول ودي نصيحة صغيرة حبيت ان انا افتتكم بيها لان انا من ساعتها وانا تعلمت اي منتج اشتريه للبشرة ابد عن اي حاجة فيها روايح واي حاجة فيها كحول اتمنى ان اكون ادارة افيد حضراتكم ولو حتى بحاجة بسيطة مع السلام اشتركوا في القناة